أهلا بكم نتحدث في هذا الفيديو عن الصرف المخزني والتوليد المخزني الصرف المخزني غالبا ما يتم استخدامه لأطراف المدينة غالبا ما تكون إحدى حسابات المصروفات كالحسابات الخاصة بالتالف عن صرف الكميات التالفة أو صرف كميات مجانية من حساب الخصم المسموح به كذلك استخدم الصرف المخزني لتنفيذ إجراء إداري يقضي بعملية الصرف أو الصرف للمالك أو الشركاء أو الموظفين أما التوريد المخزني فيتم من خلاله إثبات الكميات المجانية التي تحصل عليها المنشأة في حال الحصول على الكميات المجانية بصورة مستقلة عن فواتير المشتريات ويتم إثباتها إلى حساب الخصم المكتسب وهناك العديد من العمليات التي يحصل خلالها زيادة في المخزون يكون غالبا فيها الطرف الدائن طرف داخلي كذلك عملية إثبات مخزون أول المدة كأول العمليات المخزنية التي تتم على النظام في بداية استخدامه داخل المنشأة أولاً الصرف المخزني من نظام المخازن العمليات الصرف المخزني ثم إضافة نحدد الحساب ويحدد الصنف أو الأصناف ثم الكمية من الصنف ثم السعر والسعر الصرف قد يكون سعر التكلفة ويمكن تعديله إلى أقل أو أكثر من سعر التكلفة وذلك متاح فقط للمستخدم الذي لديه صلاحية تغيير سعر الصرف المخزني أما من ليس لديه تلك الصلاحية فسيتم تقيده فقط بالصرف بسعر التكلفة ثانياً التوريد المخزني من نظام المخازن العمليات التوريد المخزني ثم إضافة ويمثل العمل على شاشة التوريد المخزني العمل على شاشة الصرف المخزني هناك ميزة موجودة في تبويب بيانات إضافية وهي خيار مخزون أول المدة افتتاح ويتم تطبيق هذا الخيار عند إدخال مخزون أول المدة الذي تم الحديث عنه سلفاً في هذا الفيديو وهذه الميزة تمكن المستخدم من الحصول على مخرجات وتقارير تبرز أن تلك العمليات افتتاحية تميزها في تلك التقارير أو المخرجات عن عمليات التوريد الأخرى الغير الافتتاحية أيضاً لدينا سعر التوريد للأصناف يعمل النظام على توليد السعر آلياً بناء على إدخالات سابقة للصنف وإذا لم يضغل السعر آلياً فبالإمكان استعراضه بالضغط على أفتسع الموجود على لوحة المفاتيح وبالإمكان تغيير ذلك السعر وما يتلاءم مع سياسات المنشأة كما وأنه بالإمكان إضافة الأصناف إلى شاشة التوريد المخزنين عن طريق إما اسم الصنف أو رقم البار كود للصنف أو رقم القطعة إلى هنا نكون قد أتممنا موضوع هذا الفيديو سنفتح بعض الأسناف سيئش سنفتح بعض الأسناف اشتركوا في القناة